اشتركوا في القناة والجدي والدلو والحوت وأجلناها لحلقة الغد ان شاء الله السبب انه اليوم انا اخذت جرعة اتعبان شوي بس ما حبيت اني اتخلف عن عمل الحلقة هاي فاعذروني ان شاء الله انه بحلقة الغد بعوذكم ان شاء الله تعالى بالنسبة للحلقات اللي احنا ذكرناها الحمد لله انها عجبتكم بتفاصيلها ولكن اللحظت انه ما فيه اسئله يعني بس ما حطيته لأسئله عشان الحلقات القادمة فياريت اللي عنده سؤال او معلومة او موضوع معين حابين نحكي فيه فيحط اللي هي في التعليقات عشان نعرف ايش اللي بنا نبدأ فيه بالحديث ان شاء الله تعالى وبكر رأسه فيه للجميع عن تقصير في هاي الحلقات اما بالنسبة الحلقات الماضية فبرضو حاب اضيف نقطة اللي بطلبه توقعات شهرية يعني هذه اللي انا عملتلك اياها عن كل برج هاي تغني عن توقعات ناش نقول شهرية يعني ولكن هاي تأثيرات طويلة المدى يعني الكواكب هاي موجودة طويلة المدى فتأثيراتها موجودة واحداثها موجودة فهي تعتبر توقع شهري التنقلات السريعة اللي راح تصير ما فيه هي الزهرة راح تنتقل المريخ هي راح ينتقل هو راح يغير لا عنصرين من كل العناصر فعشان هيك تقدروا انكوا تركزوا في الحلقات عشان تعرفوها كتوقعات شهرية ما في داعي للخض بالكلام يعني انه انا ارجع اعيد نفس الكلام بس اغير الصيغة واثنين فيه اشخاص حكوا انه يعني يعني لو انك بس اعطيت فيها امل اكثر يعني او اعطيتنا طاقة ايجابية اكثر يا اخواني يا احبة يا غوالي انا ما بنافق وما بكذب وما بجاملك على غلط يعني المفروض اني انا انصحك فيك هو انا احذرك من الخطأ عشان ما توقع فيه ما المع لك الايجابيات الايجابيات وكل واحد يحس بالوضع الايجابي اكثر الوضع السلبي لما انا اجي اتحدث عنه انت بتحذر منه او مهما قدر لك رب العالمين انك تتفادى ايه بتتفادى ولكن ان اراد رب العالمين انك انت تعمل الشيء غصب عن سعيد وغصبا عنك بدك تعمله لانه هذا شيء مكتوب ما في منه مهروب لا انا بقدر انا تجيك منه ولا بقدر اغير حياتك ولا بقدر انا انقذك فبس انا علي اني انا اذكر لك اشياء عشان انت تكون حذر فيه ناس بتكون بدها تشتري عقار في فترة سلبية ممكن تخسر في عقار او ينصب عليها فيه ناس ممكن بتكون بدها تفتح مشروع والمشروع مش وقته المناسب فممكن يكون هذا اما ضلالة الشريك وهذا فلما يركز اكثر بجد انه نصيحتي لاله انقذته فما هاي موضوع انه انا اجي احكي لكو طاقات ايجابية مثل بعض الاشخاص اللي بطلع بظلوا يسرد لك حلقة كاملة و هو بحكي لك ورح تصير ورح تصير ورح تتجوز ورح تصالحي ورح ترجعي لعلاقة قديمة انت بتحبيها وبدك اياها ومش عارف ايش وهلا كله هذا كلام فاضي هريب هري يعني هذا اي واحد بعرف يحكي يعني متحدث بمعنى اخر او فنان حديث يطلع يعمل حلقات زيهم ويحكي للناس نفس الاشي وفي اخر اشي يعني اخر الشهر الناس رح تقيم تقول لك شو كل اللي حكى يعني ما صارش منه اي اشي او بالصد في ضربة معاك الامتين ثلاث اجت بالكلام واو بارك الله فيك يعني مش لهالدرجة يعني انا ما بشتغل هذا الشغل يعني انا بحب انبه بالسلبيات اكثر من الايجابيات لانه هي المنجة اما الايجابيات اذكرك فيها ما هي ايجابيات يعني فعشان هيك يعني معلش ما هو القدامى بعرفوا انا رجل بحكي ارتجالي يعني حتى الابراج بارتجلها ارتجالي لا انا بكتبع ورق ولا ولا بعرف انا ايش يعني ما بعد للحلقة قبل ما اطلع انا مجهر ما شغلت ريكورد مباشرة ببلش احكي وابرم وارغي واروح واجي في الحكي وبطلع اخر ايش في عندي حلقة برجع بسمعها ثاني يوم زي زيكو عشان اعرف انا شو حكيت عن برجي فهد الله يعطينا ويعطيكو الصحة والعافية يا رب بلاش نطول هسا في ناس رح تنزعج خلينا نروح على توقعاتنا اليوم طبعا جمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت اربعة ايلول القمر اليوم رح يتقلب بين سعيد ومنتحس بسبب ضغط الزوايا اللي رح تصير لانها في زاويات زوايا رح نحكيها ان شاء الله طبعا الان موعد بث الحلقة اه في موعد بث الحلقة احنا الان في فترة خلوم مسار ومستمر من الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة عصرا او ما بعد العصر او مساء زي احنا مثلا في الاردن يعني لغاية الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت الاردن اه فعشان هيك ما زال في وقت اه ساعتين تقريبا لا ينتهي خلو المسار هذا يعني انه الساعتين هذولا لا يصلحوا للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا زي ما حكينا بعد ساعتين القمر بيصير في برج الاسد بنتقل بالكامل بيبلش يعمل اول زوايا لائله ويمكن بدأتوا تشعروا من الان انه بلش فيه نوع من انواع التغيير على الوضع العام لانه القمر بده يصير في الاسد ففي الفترة هي عادة الناس بيصيروا اكثر كرما مما اعتدنا من ناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه هو التبادل العاطف مع الحبيب طبعا اليوم تقدروا انه مثلا تتقربوا من المسؤولين محاولة الحصول على بعض المطالب العادلة طبعا مش شيء يكون فيه اخطاء بوسع لكم اقتراض المال او الاستثمار واقتناء حلية ثمينة او التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين للجميع طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة اربعة وخمس واربعين دقيقة صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وفي هاي الفترة او في هاي الزاوية بتلغي اشي اسم حضوض فعشان هيك ما تعتمدوا على الحضوض نهائيا بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا الهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية تقريبا تأثيراتها بتبلش من ساعات الظهر وما بعد تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر بما انه موجود في الاسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد يوم خمسة تسعة يبدأ في تمام ساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة احد وخمس دقائق مساء لينتقل بعدها القمر لبرج العذرة اما بالنسبة عمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ستة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناش وثلاث عشر دقيقة بعد منتصف الليل بصير سبعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنان وعشرين تسعة هي الان سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح تنزل نسبة السعود هاي بتصل لخمسة عشر في المية وتكمل حتى المساء خمسة عشر في المية القمر في السرطان وبدو ينتقل للأسد زي ما حكينا ضعيله ساعتين فمنعتبره في الأسد ورح يفضل في الأسد لغاية خمسة تسعة هو منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الان ومع ساعات الظهر تقريبا بترتفع النسبة لتوصل لخمسين في المية اما بالنسبة لعطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الظهرة في الميزان حتى يوم عشرة تسعة سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمسة تسعة البلشت الانتحاس تبعته تسيطر بشكل أكبر فهو منتحس الآن بنسبة خمسة في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% أما بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتبلش الأجواء إيجابية بشكل قوي جدا بأنه القمر رح يصير موجود في البيت الخامس لعلكم اللي هو في الأسد فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد من خلالها إشراقتك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات برضو باستطاعتك المبادرة بأي شيء لأنه الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات ولكن زي ما حكينا بخصوص الزاوية اللي بتقول لك ما تعتمد خلال هذا اليوم على الحضود يعني بمعنى آخر بدك تتحرك بنوع من أنواع الجهد الشخصي برج الثور طبعا القمر انتقل الآن وصار موجود في البيت الرابع وهو بيت البيت وبيت العائلة فهو بتحتل الأمور البيتية والعائلية اليوم القسط الأكبر من تفكيركم اليوم ممكن تجدوا تعاون من بعض أفراد العائلة في مسائل معينة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أهم شيء زي ما حكينا ما تقصر بعلاقاتك العائلية والعلاقات الاجتماعية ممكن اليوم يكون فيه مناسبة أو ضغط عليك فيه مسألة معينة يعني بدك تحاول أنك أنت يتركز بشكل جيد وتبعد عن الحدية بالطبع برج الجوزة بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات منكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة طبعا القمر موجود في البيت الثالث عشان هيك بيعتمد اليوم على الاتصالات والتنقلات والسفريات وتغيير الجو وبرضو هو جيد لأمور النقاش والحوار لأنه بعطيكم قدرة أو ملكة على الحديث والإقناع ممكن اليوم يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم أنتو بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر عالي جدا باستطاعتك اليوم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة بتقدر تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك اليوم رح تنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير برج السرطن ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة القمر موجود في بيت المال فعشان هيك ممكن اليوم تعالج مسائل لها علاقة بالأمور المالية أو استحقاقات مالية أو بعض الدفعات المالية أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال يعني بدك تدقق بالتفاصيل بدك تعرف وين بتحط فلوسك بالضبط حاول إنك تنتبه من النصابين والمحتالين بالفترة هاي بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنك تتفائل اتفائل عشان تمشي الحياة ما في داعي للنظرة السودوية والتشاؤمية بهذا اليوم برج الأسد طبعا اليوم بمأن القمر يعني ما ظل من موعد بث الحلقة ساعتين وبنتقل تماما بصير موجود في برج الأسد وبدأت التأثيرات فالفترة هاي أفضل من الفترات السابقة أو الأيام السابقة اليوم برجع لكم النشاط بتعوضوا الأشياء اللي راحت بوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم هذا بيحمل نوع من أنواع الإنفراجات أو تقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية بإدارة الأمور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات عندك وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد وعرفت كيف أنت تتحرك باتجاه الأشياء اللي مطلوبة منك برج العذراء طبعا بالنسبة لموليد برج العذراء القمر الآن صار موجود في الأسد يعني بيت متاعبكم فهاي الفترة يعني فترة ضاغطة بتمر كل شهر بتيجي فيها نوع من أنواع الضغوطات فتعتبر هاي من أصعب أيام الشهر بتكو تديروا بالكو لأنه ممكن اليوم يسيطر عليكم التعب أو تشعر أنه طاقتك ضعيفة حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير يعني في بعضكم ممكن يتذمر من أي تأخير أو سوء تفاهم أو التباس بتكو تحاضروا من البدء بأي شيء جديد حاولوا أنه ما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط حاولوا أنك تنظموا أموركم وضعفوا مجهودكم على أساس الأمور الأساسية اللي أنتوا بتعملوها في حياتكم اليومية مثل أعمالكم أو العمل أو هاي الأمور يعني ما يصير فيها نوع من أنواع التقصير برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا للأصدقاء طبعاً القمر الآن في بيت الأصدقاء وهذا الإشي بشجع على كثير من الأمور منكم ممكن يتلقى أشخاص دعوي لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاولوا أنك تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة لأي شخص بيلجأ لكم ولكن ما فيه كفالات بنكية وما فيه تتعهد بسداد عن شخص لأنه ممكن تدين شخص فلوس ما يرجع لك إياها وممكن تكفى الشخص وما يوفي بالسداد اليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع التحالف أو اللقاء أو التعاون ما بينك وبين زملائك أو أصدقائك أو جيرانك أهم شيء أنك اليوم ما تبقى وحيد حاول أنك أنت تخرج للقاء الناس وحاول أنك تنجز كل الأمور المهمة قبل وصول القمر للعذراء لبيت متاعبك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ولكن القمر حب أنوه لنقطة أنه هو موجود الآن في بيت السمعة فعشان هيك رغم أنه هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل إلا أنه بيكون سلاح ذو حدين يا اليوم هذا برفعك وممكن تسمع ثناء وإطراء ويكون لمصلحتك يا إما ممكن تقصر بأعمالك أو توم بشيء أو تفعل شيء ويشوه سمعتك عشان هيك حاول أنك تقدم أفضل ما عندك يعني ممكن اليوم تحقق إنجاز أو تحرص تقدم ممكن تظهر بعض المتاعب اللي هي متاعب عائلية أو متاعب شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية هي صحيح إنه هاي تعتبر فترة صعبة ولكن إذا التزمت بالكلام والنصائح فاليوم هذا بيكون سهل وبيكون لصالحة برج القوس بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو الدراسة الجامعية أو الامتحانات أو المؤتمرات يعني على حسب حق الإختصاصة إن كان هاي ولا هاي ولا هاي فهو بيتك التاسع اللي بيشمل كل الأمور اللي إحنا حكيناها في أشخاص ممكن يشاركوا في حملة أو في ورشة عمل أهم إشي إنه اليوم برضو بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم بعض موليد برج القوس يلتقوا بوجوه أو آراء أو ثقافات مختلفة أو أشخاص يعني يعتبروا أجانب أو من خارج البلاد أو يعني بيختلفوا عنكم الأجواء إجمالا هي لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء ممكن تتعزز من خلاله علاقاتك الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعيد فعشان هيك يحاول إنك تستغلها برج الجديد بتعيد اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لم أكسب بيجي من شراكة من تعويض ولكن من جهة أخرى بدكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبكم إطالة الخلاف والزعل حاولوا إنكوا تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن بعضكم يناقش موضوع إلو علاقة بإرث أو أمور مالية الما يعتبر القمر الآن في بيت يعني بيتك الثامن يتحرك عن المقابلة وهذا إلو علاقة دائما بأموال ما بتعود لك أو أشياء ما بتعود لك لوحدك يعني معك شريك فيها فعشان هيك يحاول إنك يتركز على هاي الأمور بشكل جيد لأنه ممكن من خلالها تأخذ قرض بنكي أو إنك تسترد أموال لا إلك أو إنك أنت يتعالج بعض المسائل المالية برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ولكن القمر بما أنه مقابلك تماما فبيكون هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل أو عمل بيطلب منكم تعاون من طرف ثاني أو من طرف آخر ولكن المشكلة إنه لما بيكون مقابلك تماما بيكون ساحب من طاقتك فعشان هيك ما بينفع إنك تنفع لليوم وبدك تحاول إنك تركز على الإيجابيات أكثر من السلبيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال حاولوا إنك تعالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة الأهم إنه ما في مجال للتسرع في اتخاذ القرارات اليوم يعني بمعنى آخر بدك تركز وتهدأ تبعد عن المشاكل تماما وتركز على الإيجابيات وتستغل الوضع اللي أنت فيه أي فرصة بتجيك لا تهملها برج الحوت طبعا الآن القمر انتقل وصار في البيت السادس يعني بمعنى آخر الآن تركيز كله على العمل وعلى الصحة عشان هيك يمكن اليوم تشعر أنه العمل بلش يتراكم عندك تدريجيا أنك ما بتقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك حاولوا إنكوا بس تنجزوا الأعمال المهمة والضرورية واللي أنت بتقدر تنجزها دون المبالغة في ذلك يعني حاولوا إنك ما تتعب حالك انتبهوا لغذائكم وانتبهوا لراحتكم حاولوا إنكم ما تسمحوا للواجبات بأنها تتراكم عليكم أو أنه يصير فيه أكثر من عمل في نفس الوقت لأنه رح يصير صعب أنك تنجزها حاول إنك تكثر من تنظيم وإحساء وتحسن إدارة عملك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخصوصا إثارة العدوات مع زملائك والأشخاص اللي بيعملوا معك ووضعك الصحي تستشير طبيبك فيه إن شعرت بحاجة لهذا الموضوع حاول نصيحة يعني حاول إنك تأخذ قصة من الراحة من وقت لآخر حاول إنك تهدأ حاول إنك تكون عند حسن الظن يعني بمعنى ما في داعي للمجازفات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء